نبتدي حلقتنا النهاردة بأعزاء واجب الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية المختلفة ينعون ببالغ الحزن والأسى الحج تيسير الهواري عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء الذي وفته المنية بالأمس داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان خالص تعزينا بقى لله طبعا حج تيسير من الرموز الكبيرة جدا في تحديدا عالم كورت القدم طبعا المصرية ربنا يرحمه ويعني يصبر أهله أكيد ويصبر الناس اللي بتحبه لأن الناس اللي بتحبه أنت لو شفت مبارح كمل تعازي وكمل الناس اللي كانت حزينة على هذا الخبر طبعا يعني ربنا يصبرنا جميعا وزي ما دايما بنقول لما بيكون فيه شخص فعلا اجتهد وعمل أو كان ليه إرث كبير فيه المجال اللي هو بيشتغل فيه الشخص بيرحل لكن الأعمال والتاريخ أكيد والسيرة الطيبة هي اللي بتفضل مليون في المية أحدك حق مليون في المية هو كان شخص استثناء على كل الأصعيدة وكان كبير لجنة الحكماء وكانت كل أجمع شخص محبوبة كمان يا كريم جدا بصي شخص اللي معروف بالعدل لازم تلاقيه محبوب منه كله هو كان رحمة الله عليه كل الناس بتؤكد لك وتبصم لك بالعشرة على أن كلمته كانت عدل فعلا طب طبيعة الحال لازم حتى المحبة بالشكل ده وكل الناس ده علانا عليك ومن الشخصيات كمان الحق يقال كانت تعمل في صمت يعني لو أنا حتكلم لا هو كان ليه دور كبير جدا برضو مع النادي الأهلي واشتغل كتير جدا لكن حرجع أقول من الشخصيات اللي هي ما بتشتغلش عشان تاخد شعبية أو علشان حد يقول لها برافو انت بتشتغل لا أبدا كان يعمل في صمت وكان بيشتغل أن ده دوره فشخصية كانت محترمة جدا أن الله يرحمك حاجة يسير ويصبرنا جميعا